بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمدك ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد فهذه ندوة طيبة مباركة تعقدها وزارة الأوقاف بالتعاون مع صحيفة عقيدتي ويرعاها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمع وزير الأوقاف فله كل التحية والتقدير والشكر على اهتمامه بهذه الندوات وحرصه على استمرارها وندوة اليوم تحت عنوان الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة يحاضرنا فيها علمان جليلان من وزارة الأوقاف هما فضيلة الشيخ هاني عنطر إبراهيم السباعي مدير عام شؤون القرآن بالوزارة وفضيلة الشيخ حازم جلال محمود إمام وخطيب مسجد الحبيب المصطفى بأوقاف القاهرة وموضوع اليوم يتناسب مع هذه الأيام الطيبة المباركة وذكرى الإسراء والمعراج تلك المعجزة الباقية بقاء الدنيا والتي يعترف بها المؤمنون المسلمون ويلا ينكرها إلا جاحد وإلا مكابر وإلا ضيق الأفق أو قليل الفهم لأنها ثابتة بالقرآن الكريم صراحة وضمنا وثابتة بالأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة والذي ينكرها فهو ينكر صحيح القرآن وينكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويراجع إيمانه إذا كان مؤمنا وفرضية الصلاة شرفها الله سبحانه وتعالى بأنها لم تفرض في الأرض وإنما فرضت في السماء السابعة وتلك ميزة وتنبيه وإشارة إلى أن الصلاة من الأهمية بمكان وهي العهد التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وهي الفارق بين الإسلام والكفر ونبدأ سريعا مع فضيلة الشيخ هاني عنتر يحدثنا في موضوع الندوة فليتفضل مشكورة الحمد لله رب العالمين أحمده ونستعين به واستهديه واستغفره وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد في البداية يعني أحب أن أهنئ الأمة الإسلامية جميعا بهذه المناسبة الكريمة العطرة وهذه المعجزة الخالدة التي أيد الله تبارك وتعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم والتي ستظل معجزة باهرة على مر الأيام والعصور إلى أن يرسى الله الأرض ومن عليها حدث الإسراء والمعراج فيه من العطايا والمنح الربانية الكثير والكثير ومن هذه المنح والعطايا فريضة الصلاة والصلاة هي عمود الدين كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ولا يقام أمر من الأمور بلا عمد فإذا ضاع هذا العمد أو اختل سقط الأمر وسقط البنيان كله ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد الركائد الخمسة وأحد أعمدة الإسلام الخمسة الأساسية التي لا بناء للإسلام إلا عليها الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج وفريضة الصلاة شرفها ربنا جل وعلا بأن جعل لها من الخصوصيات التي تليق بقدر هذه الفريضة أول خصوصية من هذه الخصوصيات أنها فردت من فوق السماء السابعة بقية التشريعات كل التشريعات الإسلامية جاء بها الوحي ونزل بها الوحي الروح الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا هذا التشريع إلا الصلاة التشريع الفريد الوحيد الذي نزل بلا واسطة بلا وحش وكان تشريعه ليس في الأرض وإنما كان في السماء وهذا إن دل فإنما يدل على عظم هذه الفريضة وعلى مكانة هذه الفريضة وعلى رفعة هذه الفريضة ورفعة من يقوم بها ومكانة من يؤديها ولذلك إذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم عظم أمر هذه الفريضة تعظيما لم يكن لغيرها من الفرائض حينما نتأمل قول الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وقوله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون إذن هذا الوعيد الشديد من الله تبارك وتعالى على التفريط أو التهاون في شأن هذه الفريضة يدل على أن لها من المكانة والخصوصية ما لها وإذا أردنا أن نتكلم عن حديث الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة فليكن معلوما أن الصلاة بهيئتها التي نحن عليها اليوم من الفرائض الخمس بأركانها وعدد رقعاتها وهيئاتها وأوقاتها إنما فرض ليلة المعراج أما بداية الصلاة وبداية فرضيتها فكان قبل ذلك بكثير والأدل على ذلك كثير يا أيها المزمل كم الليلة إلا قليلا نصفه أو انكس منه قليلا وسورة المزمل من أوائل الصور التي نزلت في القرآن الكريم وحينما نتكلم عن الصلاة مع المعراج يستوقفني بعض الأمور الأمر الأول لماذا فرضت الصلاة في حضرته سبحانه وتعالى ولم تفرض كبقية التشريعات على الأرض من خلال الوحش أقول في جواب هذا السؤال أن في هذا بشرى عظيمة لمن يقوم بأداء الصلاة فرضت الصلاة في حضرته سبحانه وتعالى ولم تفرض على الأرض كسائر التشريعات لسببين السبب الأول أن الله تبارك وتعالى أراد أن يجعل صلة بين العبد وبين ربه حين يؤدي هذه العبادة ولذلك حتى هي من اسمها الصلاة صلة تجمع بين العبد وبين الخالق سبحانه وتعالى لذلك كلما كان العبد ذليلا خاشعا متقربا إلى الله تبارك وتعالى كان في أعلى درجات القرب وأعلى درجات الخشوع في السجود لذلك قال فاسجد واقترب حينما نتأمل الأمر الآخر نجد أن الله تبارك وتعالى جعل الصلاة وكأنها حوار بين العبد وبين ربه مسألة قرب أكثر يقربه منه أكثر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إذن هذا الحوار وهذا القرب بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى يجعلنا نحرص على أداء هذه الفريضة العظيمة الأمر الآخر أن في التهاون في هذه الفريضة وقد فرضت في حضرته سبحانه وتعالى شيء يأباه الشرع ويشدد عليه أشد التجديد لذلك كما ذكرت الآن الله تبارك وتعالى رتب وعيدا شديدا لمن تهاون في أداء هذه الفريضة لماذا؟ لأنها فرضت في حضرته سبحانه وتعالى الأمر الآخر من الأمور التي تستوقفني حول هذه النقطة وهذا الأمر هو لماذا كان الفرض من البداية خمسين ثم خفف إلى خمس بل علّ في ذلك ما كان في أول الأمر يصدر الأمر بخمس صلوات وهو مكتوب كذلك في اللوح المحفوظ وهذا قضاء الله المبرم ولذلك يقول أمضيت أمري فلماذا لم تفرم من البداية بخمس وكانت خمسين ثم التخفيف ثم التخفيف ثم التخفيف أقول الله عز وجل أعلى وأعلم أن هذا التخفيف من الله تبارك وتعالى بيان لسعة الأمر في الإسلام وبنائه على اليسر والتيسير والرحمة بالمؤمنين أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر أمر هذا التيسير للأمة لتتسنى به ولتستقيم على منهجه فرد الأمر خمسين والأمة تستطيع لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالأمة تستطيع أن تفعل الخمسين ولن يأخذ منها الوقت ولو أخذ ولو أخذ كل حياة الإنسان في الصلاة العبرة الأساسية والهدف الأسمى من الإنسان في الأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهو ما خرج عن الغاية التي خلق من أجلها ومع ذلك كان الوقت سيأخذ عشرة أضعاف هذا الوقت الذي نأخذه الآن في الصلاة الخمس ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يظهر الرحمة وأراد أن يظهر اليسرى وأراد أن يظهر التيسير على الناس في مسألة فرض الصلاة من البداية بخمسين ثم الانتهاء بها إلى خمس ولكن لماذا موسى إذا نظرنا السماوات كانت مليئة بالأنبياء يوسف وآدم وابن الخالة يحيى وعيسى عليهم السلام وإدريس وإبراهيم وهارون لماذا ويوسف لماذا موسى مع أن العقل يقول أن أقرب الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله إبراهيم عليه السلام فلماذا لم يراجع نبي الله إبراهيم مع أن نبي الله إبراهيم وكأن الأمر يبدو أنه أرأف وأرحم بالنبي وبأمته صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يراجع إبراهيم ولم يراجع يوسف ولم يراجع آدم أبو البشر وإنما الذي راجع موسى عليه السلام أقول إن لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الخصوصيات التي تؤهله لأن يفعل ذلك استفاه الله على الناس برسالاته وبكلامه هذه واحدة ثم أكثر الأنبياء ذكراً في القرآن الكريم بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الله موسى مئة وستاً وثلاثين مرة لم يذكر نبي بهذا القدر والعلاقة في بين بني إسرائيل وبين هذه الأمة علاقة تبدو وكأنها يعني إن كان في ظاهرها العداوة لكن في بطنها وفي جوهرها الأصيل تشابه رهيب في كثير من التشريعات ولذلك سيدنا موسى عليه السلام كان له من التجربة مع بني إسرائيل ما جعله يخشى على أمة محمد أن تفعل كما فعل بني إسرائيل لذلك علل في الحديث فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيفة فإني عالجت الناس قبلك في رواية وإنهم قد أبوا علي امتنعوا وشق الأمر عليهم فخاف وخشي سيدنا موسى عليه السلام أن يكون هذا الأمر وهذه الفريضة بهذا العدد وبهذه الكثرة شاق على المؤمنين فسأل التخفيفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم إن موسى عليه السلام هو النبي الوحيد الذي كلم الله تبارك وتعالى وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما وليس مرة ولا مرتين وإنما كثيرا والمواضع مذكورة ومعروفة في القرآن الكريم فهذه الحظوة وهذه المكانة لنبي الله موسى عليه السلام هي التي جعلته بما له من خبرة في معالجة الأمم حيث إن لكل نبي كان أو كل نبي كان يعاني من المعاندين له والمكذبين له إلا موسى عليه السلام كان يعاني من المعاندين والمكذبين كما كان يعاني بنفس الدرجة من المتبعين وهذه لم نجدها مع نبي من الأنبياء فهذه المعاناة وهذه المعالجة جعلت موسى حريصا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فجعله يراجعه ويسأله التخفيف حتى أتى أمر النبي بالاستحياء إني قد استحييت من ربي والنبي هو الحيي الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن يلفت نظري أيضا لماذا الحياء بعد الخمس وما العل في الخمس يعني لماذا لم يستحي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صعد مرة وفخفف عنه فقال ارجع للثانية فقال استحييت لا رجع الثانية ورجع الثالثة ورجع الرابعة وفي الخامسة يقول استحييت فلماذا الحياء عند الخامسة طبعا وكل أمر في هذه الأمور كلها بتقدير الله عز وجل فهذا أمر يعني لا ما فر منه ولا جدال فيه أن كل هذه الأمور أمور قدرية قدرها الله تبارك وتعالى فهو الذي قدر أن تكون الصلاة خمسين ثم تخفف إلى خمس وقدر أن يراجع موسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء وقدر استحياء النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا القدر من الصلاوات المفروضة دون غيره هذا أمر لا جدال فيه ولكن أهل العلم يكتهد في بيان مثل هذه الأمور لتعظم شأن هذه المناسبة وشأن هذه الفريضة يقول أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استحيى عند العدد خمس لأمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يراجع موسى عليه السلام فيسأله موسى بما أمرك ربك فيقول العدد الذي فرض عليه فيقول يرجع فسأله التخفيف فيأتي فيقول وضع عني عشرا فيقول ارجع إلى ربك فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ينظر إلى جبريل وكأنه يستشيره يعني أفعل فيشير عليه جبريل النعم فكان يذهب وينطلق أما في الآخرة عند الخمس فنظر إلى جبريل فلم نرد عليه جبريل فاستحيى نبي الله وكأنه علم أو رأى أنه غير مأذون له في النزول عن غير هذا العدد هذه واحدة الثانية أن العدد كلما كان ينقص كان ينقص عشرا 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 حتى جاء في الأخيرة خمسا فإذا صعد إلى ربه وسأله التخفيف فكأن هذا منذر بأن يرفع العدد إلى لا شيء فترفع الصلاة فلا يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمته من أداء هذه الفريضة العظيمة لذلك استحيى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند هذا العدد وأكتفي بهذا القدر وأترك المجال لسيدنا لدكتور شيخ حازم فليتفضل وكل عام أنتم خير شكر الله لكم واجزاكم الله خيرا نفعل الله بكم والآن مع فضيلة الشيخ حازم جلال محمود فليتفضل مشكور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سر الأصرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من بداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم ولفضيلة مولانا على هذه اللمحات الطيبة وعلى هذه الكلمات التي غاصت في بحر القرآن الكريم وفي أنوار سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرحلة المباركة وهذه المعجزة العظيمة التي كانت بين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحق سبحانه وتعالى وكان فيها أمين السماوات جبريل عليه السلام ولكن حينما أقف دائما وأبدا مع هذه الرحلة وتأتي هذه الأيام المباركة أتذكر هذه الذكريات المباركات من هذه المعجزة ومن هذه الرحلة رحلة الإسراء والمعراج لسيد الباريات صلى الله عليه وسلم وسيد السادات عليه الصلاة والسلام سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم حينما نقف مع هذه الآيات المباركات في صدر سورة الإسراء فهذه المعجزة وهذه الرحلة كلها في قول الحق سبحانه وتعالى سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير حينما أقف مع خواتيم صورة النحل وبداية صورة الإسراء الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهذه وسائل الدعوة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكون بالحكمة وبالموعظة الحسنة وكذلك الجدال يكون حسن حسن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فمن اخترى الهداية نجى ودخل في المعية الربانية فكان يستحق من الله الحماية والكفاية والرعاية والوقاية ومن أراد أن يدخل في سبيل الشيطان كان من الخاسرين لأن الله سبحانه وتعالى كما قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفر أولياؤهم الطاغوط يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم تسيروا من الآيات وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر طمأنة لسيدنا رسول الله بعد أن حدث معه في الطائف بعد أن ذهب يدعو أهله وقومه وهنا أقف أن الإنسان دائما حينما يلاقي أذى من أهله أو من ناسه اعلم علم اليقين إذا استنت إلى الرقن الأعظم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يحرط الله سبحانه وتعالى يرعاك قال الله لسيدنا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمقرون يا الله ليه إن الله مع الذين اتقوا وهنا أكف من مع من ومن يكون مع من إن الله مع معية الله تكون لمن لأهل التقوى وأهل الصلاح فهذا السبيل من لا سبيل له وديدب من لا ديدب له ومن أراد النجاح التقوى ثم الإحسان إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبحان الذي أسره وكأن الله يريد أن يلطف قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم إذا كان أهل الأرض لا يعرفون قدرك ولا منزلتك ولا شأنك فتعال إلي لترى حفاوة السماء بك فالكون كله في حالة استنفار يا ترى لماذا لأن الله سيلقى حبيبه المختار صلى الله عليه وسلم ولذلك ربنا قال سبحان سبحان علم على التنزيه أي نزه الحق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليك به نزه الحق في ذاته وصفاته وأفعاله والتسبيح في القرآن جاء بصيغ عديد جاء بصيغة المصدر سبحانه وجاء بصيغة المضارع يسبح لله وجاء بصيغة الماضي سبح لله وجاء بصيغة الأمر فسبح باسم ربك العظيم وله معاني عديدة جاء التسبيح بمعنى البعد إن لك في النهار سبحا طويل أي بعدا طويل أي بعد الحق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليك به وجاء بمعنى الصلاة فلولا أن كان من المسبحين أي من المصلين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وجاء بمعنى الاستثناء قال أوساطهم ألم أكل لكم لولا تسبحون أي تستثنون وبالتالي التسبيح في بداية هذه الآية يدل على أن الأمر خرج من نطاق القوة البشرية المحدودة إلى طلاقة القدرة الإلهية لا محدودة فإذا ما خرج الأمر من نطاق القوة البشرية المحدودة إلى طلاقة القدرة الإلهية لا محدودة فقف أيها العقل عند منتهاك وسلم الأمر لمولاك سلم الأمر لمن دبره فلن ترى غير الذي قدره الله دبر ما كان وما يكون أما كفاك مدبرا مولانا يبقى سبحانه عالم على التنزيم سبحان الذي أسرى سبحان الذي أي سبحان الله فهنا يدل دلالة على أن هناك فاعل وهناك مفعول به فالفاعل ومن الله سبحانه وتعالى والمفعول به وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأمر وهنا أقف مع المشككين أو الذين يقولون أن القرآن من عند سيدنا رسول الله كتبه أو أن هذا القرآن ليس من عند الله أقولوا لو كان القرآن من عند سيدنا رسول الله أو كتبه الحبيب صلى الله عليه وسلم وحاشاه ذلك لقال أسريت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولم يكن سبحان الذي أسرى آيات العتاب في القرآن عبس وتولى أن جاء الأعمى لو كان هو الذي خطه بيده صلى الله على حضراته وآله لا ما ذكرها كما قال فضيلة مولانا عفى الله عنك لما أذنت لهم ما ذكرها وما كتبها لكن هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن له من الأمر شيء وإنما هو في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى مفعول به يبقى سبحان الذي أسرى بعبده والباء بملحقاتها تدل على أن الإسراء والمعراجة كان بالروح والجسد معا بعبده وهذا المقام هو أعظم المقامات أورد العلامة الكرطبي أن الله تبارك وتعالى قال لحبيبه صلى الله على حضراته وآله يا رسول الله بما أشرفك قال أن تجعلني عبدا لك فمقام العبودية هو أشرف المقامات عند رب البرية سبحانه وتعالى لذلك ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده وكلمة بعبده أكف معها للذين يغالون في حب حضرات النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحبه نعم نجله نعم ولكن لا يعرف قدر الحبيب إلا من خلق الحبيب ولذلك ربنا قال فكان قاب قوسيني أو آدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى تقدم أنت إن تقدمت اخترك وأنا إن تقدمت احتركت واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا والله يعصمك من الناس لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أكاد أنثم تربا تحت أرجل من مروا بطيبة من شوكي ومن نهمي أكاد حتى حديث الحب أنكره ما لم يكن فيه ذكر المصطفى العلم يا سيدي هل أحب الناس سيدهم كما أحبك لا والحق ملء فمي أكسمت بالله ما بالقلب غيركم الحب يا سيدي يجري هنا بدمي محمد أنت نور النور في غسق وأنت يا سيدي بدء ومختتب سبحان الذي أسرى بعبده للذين يغالون فهو عبد لكن بشريته تختلف قل إنما أنا بشر مثلكم لكن القضية يوحى إليه هي دي القضية سبحان الذي أسرى بعبده ولذلك ربنا بدأ بسبحانه حتى يتبين لجميع الخلق أن الأمر من الواحد ولا تجعل مقام العبودية إلى مقام الألوهية أي من جل عن كيف وعن أين وعن ند وعن ولد ووالد خلقت المخلوقات بحسن صنع وأنت على جميع الخلق شاهد وأنت بحيث أنت وليس كيف ولا ند تمثله الشواهد أجرنا من عذابك واعف عنا وبلغنا إلى نيل المقاصد آه يبا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وأسرى من الفعل صار يدل على المسير ليلا فلماذا ربنا جاء بليلا مع أن الفعل يدل كما ذكر فضيلة مولانا على أن الإسراء كان بالليل آه ليدل دلالة واضحة على أن الإسراء والمعراجة كان في جزء من الليل لذلك ربنا قال أسرى بعبده ليلا يبقى في جزء من الليل يبقى إذن الزمان والمكان ومن المعلوم أن القوة تناسبا عكسيا مع الزمن كلما زادت القوة كلما قل الزمن كلما قل الزمن كلما زادت القوة وبالتالي فلا زمان ولا مكان مع الله الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الزمان والمكان فالمكان والزمان توقف يا ترى لماذا؟ لأن هناك تشريف لسيدنا مولانا رسول الله صلى الله على حضرته وآله ولذلك ربنا جعل هذه المعجزة هي فتنة لمن؟ ولو كانت المعجزة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تهكم العرب؟ لما ارتد بعض الذين في قلوبهم مرض لأنهم استنكروا عليه فقالوا تزعم أنك ذهبت إليها في جزء من الليل ونحن ذهبوا شهرا ذهبا وإيابا ولذلك ربنا أقول لك في القرآن وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة لنا هذه تمحيص لمن؟ لأصحاب القلوب ولذلك نقف مع هذا المعنى لما ذهب أبو جهل إلى سيدنا أبو بكرنا صديق يقول إن صاحبك يزعم أنه قد ذهب أسري به الليلة قال إن كان قال فقط هو ذا صاحب واختر قرينك واصطفيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسبه فلا تصاحب أخ الجاهل وإياك وإياه فكم من جاهل أرضى حليما حين آقاه يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه سبحانا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام هنا محطة إقلاع هنا محطة إقلاع من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى محطة لهاية وبينهما ترانزيت فربنا قال من المسجد الحرام بيان للناس إلى المسجد الأقصى هذا يدل على الربط بين المساجد الثلاثة ولذلك أورد علامة البيهقي أن سيدنا صلى الله عليه وسلم في رحلته في دلائل النبوة قال له جبريل انزل هنا فصلي يا محمد فلما انتهى من صلاة آي إن صليت يا أخي جبريل قال صليت في طيبة وفي رواية في طيبة المطيبة ولذلك ربنا أقول لك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولذلك إذا نظرت تجد أن بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى منطقة يا طرى ماذا؟ المسجد الحرام يبقى ربط بين هذه المساجد الثلاثة وليس هذا فقط بل انظر إلى هذه الهدية أورد العلامة البيهقي أن سيدنا صلى الله عليه وسلم في رحلته قال له جبريل انزل هنا فصلي فلما انتهى من صلاة قال أين صليت قال في طول سيناء حيث كلم الله موسى تكليم وهنا مولانا أشار إلى كلمة لماذا موسى؟ لأنه كلم الله لأنه حبيب الله ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني اذهب أنت قال قد أوتيت سؤلك انت عاوز أخوه يا موسى ولقد صنع إلهية وبالتالي دائما يكون هذه يعني من كان في عناية ربه مدلا عند ربيه سبحانه وتعالى لذلك ربنا جمع بين هذه المناطق المباركة في قوله في قول الحق سبحانه وتعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله يقول علماؤنا علماء التفسير حوله وتصل لمنطقة العريش طيب ازاي؟ اجعل ما اقرأ معي في قول الحق سبحانه وتعالى والتين والزيتون اين التين والزيتون؟ في فلسطين وطور سينين فين؟ في الطور وهذا البلد الأمين مكة المباركة شفت هذه المعجزة الإلهية سبحانه وتعالى يبقى رابط بين هذه المناطق المباركة ولذلك الله حينما أراد أن يتجلى ما تجلى إلا في طور سيناء فهي بقعة مباركة استمدت الأنوار الإلهية استمدت من الأنوار الإلهية هذه الأرض المباركة ولذلك ربنا قال وطور سينين وهذا البلد الأمين ولذلك موسى أراد أن يرى الله أرن وطلب من الله لكن العبرة ليست أن تكون طالب ولكن العبرة أن تكون مطلوبا ليست العبرة أن تكون مريد ولكن العبرة تكون مراد فحبيبنا كان مطلوبا وكان مرادا من الحق سبحانه وتعالى ولذلك يقول القائل ولو قارنت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد ما رأى فهمت معنى أن موسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ زهنة فكانت هذه الرحلة رحلة الإسرائي كانت بداية لطمأنة سيدنا رسول الله وتسلية معجزة حسية لأهل وكة ثم تأتي الرحلة السماوية والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى نعيش فيها في لقاء آخر حينما وقف الحق سبحانه وتعالى ليدلل على هذه المكانات المحمدية فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما الذي أوحاه كما قال وذكر فضيلة مولانا الصلاة هي هدية من الله لك فحافظ على هدية الحق سبحانه وتعالى تكون تحت العلاية الإلهية والحماية الربانية يا رب البداية والنهاية بالذل نسألك العناية والرعاية والكفاية كريم رسول الله والله أكرم فهل فقير بين الكريمين يحرم لا والذي خلق الأكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم وشكر الله لكم حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة